السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذه أيضاً 50 لتر قد نكون شوية شكله أصغر ولكن نلاحظ أن هذه الأصيص القاع يصغر ولكن هذه أسطواني بشكل كامل في أخذ المساحة فتفرق لأنه أسطواني كامل ما في القاع ما يصغر يعني ما في اتساع للأعلى أسطواني بشكل مستقيم فاللي دائما مثل ما دائما نسوي هذه شتلتين في الفل من نفس النوع من نفس البذرة نفس التربة نفس التغذية رح نتبع معاهم نفس النظام ونشوف شنو يعطيني نمو أحسن وبعدين آخر الموسم إن شاء الله رح نشوف الجذور رح أفتح الأصيص لأنه هذي نفتح نعلي نلف فأقدر أفتحه وأشوف الجذور اللي فيه ورح نقارن بجذور هذي إن شاء الله ورح نتابع ونشوف إن شاء الله هل يأثر في النمو التقليم الهوائي اللي يدعونا في هذه الأصيص أو إن هذه الأصيص يعطيني نمو عادي مثل نفس أي أصيص أو يمكن حتى هذه الأصيص يعطيني نمو أحسن من هذه لأن البلاستيك خفيف وهذي شوي سميك ما نعرف فهذه الهدف من هذه الفيديو مثل ما نتو شايفين أنا نقلتهم حطيت لهم طبقة مهاد من الخشب المكسر أو الوتشيبس التربة نفسها حق الأثنين التغذية رح تكون نفسها للأثنين وإن شاء الله رح نتابعهم طول الموسم ونشوف شي صير عندنا من تطور واختلاف بين الأثنين إن شاء الله فتابعوا هذه السلسلة إن شاء الله واللي حاب يجرب هذه الأصيص قبل لا يشتريها يشوف هذه السلسلة هذه الموسم ويشوف شي صير وياننا فاللي عنده أي سؤال أو أي استفسار ممكن يتركه في قسم التعليقات وإن شاء الله رح أحاول أجاوب أسألتكم بس رعوات ممكن وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو في أمان الله